السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة الدروس العالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الاولى اليدادي. ناخد النهاردة الجزء التاني بالجزء الخاص بالجرامر من في الوحدة التالتة. جزء عزيز وبسيط بيكلم على بعض الافعال او التعبيرات اللي بيجوا وراها او ناون او اسم. سهلة جدا وحنا عارفين جزء منها كبير قبل كده. هنفتقره ونطبق عليها عملي. كلمة وكلمة الكلمات دي كلها بيجوا وراها فعلي فاينجي او ناون او اسم. كلمة يعني يحب يعني يعشق يستمتع بي. يفضل لا يحب يقرأ يقرأ. دي معاني كلمات. مثلا انا بحب السباح. هما بيحبوش مشاهدة التلفاز. ايها بتحب تتعلم حاجات عن الماضي. هي التي تحب الرسم. اذا الفعل عندي like. ممكن اضف له اس وممكن ما اضفلوش. كلمة ممكن اضاف لها اس وممكن ما اضاف لهاش على حسب الفعل اللي جاء قبلها. لو ضفت لها اس هنفيها دونت مضفت لها اس هنفيها بدونت لان الفعل المصدر بنفيه بدونت. وقولنا ابي كده نفي المدرع البسيط. فاعل دونت زاد المصدر او فاعل دونت زاد المصدر. واللي بيجي مع دونت لو انتم فاكرين ايوي 자식 اوي اسم جمع. اللي بيجي مع داز هي شي ايت اوي اسم افراد. طب لو عايز اجيب النقطة ديات في صيغة الاستفهام ابدأ بفعل مساعد في السؤال. اذا هبدأ بودو او داز. بعد كده الفاعل. بعد كده اللي هي كلمات اللي احنا قلنا عليها من شوي. مثلا. هل انت بتحب لعبة تنس? لو بيحب لعبة تنس هيقول لك يس اي دو. هو عمل ايه? كتب يس. وعمل ماس. دو يو عكسها بقت يو دو. واليو تحاول الى اي بقت اي دو. طب لو ما بيحبش لعبة تنس هيقول لك انا زودت لانت عشان كلمة نو. مثال تاني. هل هي بتحب تلعب تنس? قالك يس. قاله ايوة بتحب تلعب تنس. طب لو ما بتحبش اقول لك. نفس الكلام عملت مقص. في بعض الصفات مع حرف الار. بيجورها اي او اس. زي ايه? جيت في مهتم بي. باد أت سيء في. اكتب معانيهم. مثلا احمد is good at english. انجليش هنا ديت اسم. فاحمد يكون جيد في لغة الانجليزية. هودا مهتمة بقراءة قصص المغامرات. يبقى مرة جاب وراها اس وانجي وراها اي انجي. خلي بالك ان الافعال اللي قولنا عليها قبل كده لايك ولاف وبرفير احنا قولنا بيجي وراها اي انجي او ناول. لكن لو جيها قبل كلمة لايك او لاف او بريفير وود فهتبقى وود لايك وود لاف وود بريفير. فبالتالي هيجي وراها طول مصدر. ازن الجملة عندها هيبقى تكونها ازاي? هيبقى فاعل وود لايك او لاف او بريفير طول مصدر. مثلا هو يحب ايه? ان يقوم بقيادة السيارة الصغيرة. خلي بالك هنا. قال لك ممكن يجي لك في الانتحان يقول لك اختار ولا درايفنج? لا طبعا يبقى قبل ما اختار. اشوف قبل لايك ولاف وبرفير في كلمة ولا مفيش. جي دورنا مع حل اسئلة على الجزء الخاص بجرامر. ذاكر الجزء اللي فات كواس جدا. وقف الفيديو. حل الاسئلة لوحدك. بعد كده شغل الفيديو تاني عشان تعرف اجابتك صح ولا غلط. وعشان تعرف السبب بتاع الحل. طب مني على مستوىك في التعليقات. واكتب لي جبتي كام من عشرين في اسئلة قواعد الدرس التالت ورابع في الوحدة التالتة. وخلي بالك ان يتفعلك معنا بيتشجعنا عشان نستمر. وزي ما انت بتشجعنا عشان نستمر. احنا كمان هنشجعك بطريقتنا على المنتدى. والناس عرفت احنا عملنا قبل كده. مع الناس اللي كتبوا الدرجات اللي جابوها شجعناهم كتل جدا. وكانوا مبسوطين جدا. نبدأ بقى اول حاجة نمبر ون. احنا قلنا هو. اول واحد ما يشوف لايك يقول لك على طول بلاينج يا مصر وانا وامد. طب استنى بس. ده في كلمة ازان تبقى تقول مازري. بقى لي تربيه. نمبر تو. احمد بيحب التاريخ. لانه بيحب. خبك ما جابش وود هنا قبل لف. ازان لفز ايه? learning about the possible. يبقى اللي ترضيه. يحب يتعلم حاجات عن الماضي. نمبر تري. اي دونت لايك كمبيوتر جيمز. خلا بقى لك لايك او دونت لايك بيجوارهم ايه? فعلي في اي نجي. يبقى بلاينج. تمام. بدل ما فيش قابلهم وود ما يجيبش طور مصدر. نمبر فور. نوها نوات لايك نوها عايزه لك لا تحب السباح. طبعا نوها انا عوزن في الفعل بتاع لايك. الفعل ده. لما عوزن فيه في المضارع بن فيه بحاجتين. يا اما دونت يا اما دازنت. ازان كلمة از انت غلط وار انت غلط. لان ده فعل اساسي في جملة وما فيش اي نجي عشان اجيبها بلويس اوار. طب ولا دازنت شوف الفعل بقى. نوها مفرد اجيب دازنت على طول. تمام. نمبر نوع تسؤال خلي بالكم. قال لك مشانا كنت باكتب اس ونور لما جي جاوب السؤال واعمل مص. ايوة طب رجع المص تاني. هتبع دازشي. تمام. نمبر سيكس سما ليست مهتمة بايه? طبعا برسم الصور. انترستد ان على طول يبقى ايه? دي واحد من الصفات اللي مع حرف غارب يدورها اي نجي. نمبر سيفن. هي بييفيرز ماذ. هو يفضل. خلي مكبر فرمة فيش قبلها وود. يبقى على طول. ههو بيفضل حل المسل الرياضيات. نمبر ايت. هوده لا تستمتع بمشاهدة الافلام الاكشن. يبقى ايه? يبقى نمبر ن 체ي Muhي هلا فيحبهم? لعاب الكمبيوتر. ليبقى they تمام. نمبر تن. امير جيد فيه. ده كمبيوتر لو الكمبيوتر. احنا قلنا بيجوارها ايه? يبقى بعد كده صح الكلمة اللي تحتها خط. نمبر ون. احنا قلنا يا مصر ابل كده. ان في صفات مع حرف جار بيجوارها نجي. يبقى هنا تمام. طبعا فيها دابل ام خلاة بالكم. نمبر تو. يا مصر ما اسمعش ده معناها مفيد لي. حاجة مفيدة يعني. لا انما هنا هتبقى تمام. يبقى هنا معناها معها حرف جاري ات. نمبر فري. يبقى ايه? يبقى تمام. يبقى هنا عماد ايه? لايك watching football matches. نمبر فور. I am interested about. لا اسمها مصر interested in. تمام انا مهتم بي. بيه? بالرسمة تمام. نمبر فايف. does your father like travel to work? احنا قلنا بقى فيلم تلايك بيجوارها ايه? فعل في اي نجي. يبقى traveling. خلا باكم برضو. دابل ال. اش نحط اي نجي. نمبر سيكس. would you بريفير? رايد. would you بريفير? بريفير جاب لها would. يبقى لازم نجيب بعدها ايه? تو والمز. تمام. يبقى هنا تو. رايد. او عدت اخترع على طول وطولي عشان بريفير. لا فيه ود يبقى طول مصدر. نمبر سيفن. بليغ is interested in listens to ميوزيك. احنا قلنا بيجوارها فعل في اي نجي. يبقى تمام? الاستماع الى. نمبر ايد. انا بكره المشي في الشمس في الصيف. خلي بالك انت بتقول ايهات ما فيش ود ولا اي حاجة. يبقى هنا وووكينج. تمام. نمبر ناين. what do you like do? انا قلنا ما فيش ود. ولايك لوحدة. يبقى what would you like? what do you like? ايه? to do. تمام? يبقى تقول مصدر. نمبر تن. اي بي يكلم بي. بيقول له have you like swimming? قال له yes i do. ازاي بقى have? ده السؤال بادئ? بدو طبعا. وخلي بالك ديت يبقى كابتل. يبقى هنا do you like swimming? yes i do. جيدوا لقت دورنا مع تمرين عامة طبعا خاص بكلمات كل حاجة في الدرس الثالث والرابع. اول سؤال عندنا اللي هو سؤال ايه? الديالوج. نقولنا قبل كده لما اجحل سؤال الديالوج بيعمل ايه? فاكرين? اول حاجة زي ما انا كتبلكو علي من كده? بكتب طبعا ايه? خطوات تكوين السؤال خمس خطوات. اداة استفهم فاعل مساعد فاعل فاعل اسس تكمله. الخطوة التانية اقرأ العنوان بتاع المحادسة. بيقول هنا ايه? يقول هنا احمد is asking على about his favorite sport. احمد بيسأل على عن رياط المفضلة. خلي بالك انا قرأت العنوان ده ليه? عشان اعرف المعنى العام بتاع المحادسة. الخطوة التالتة اقرأ كل المحادسة بالكامل من غير محل ولا كلمة عشان اعرف التفاصيل بتاع الحوار اللي ضار بينهم. الخطوة الرابعة اقرأ المحادسة كمان مرة وابدأ سؤاله اجابي. احمد بيقول للعلاء what's your favorite sport? جي رياطك المفضلة. طبعا لو انا ما كملتش المحادسة ممكن اكتبقى اي رياضة. بس لما تكمل بيقوله بعد كده انا بحب العب بسكتبول في النادي. بلعب بسكتبول مرتين. ازا اللعبة اللي هو بيفضلها لعبة ايه? كده لعبة البسكتبول. طبعا اللي بيها تيبقى في الاول كابتال. يبقى باسكتبول. تمام. ومس راكتب بس كده? اه مفيش مشكلة. ممكن تقول له. او ده كله صح. احمد بيقول للعلاء. انت ليه بقى كويس في كرة السلة? طبعا منكن يقول له لان ايه? طبعا منكن يقول له ان انا مسلا طويل. انا مقفز عالي. انا بتضرب كل يوم ودي افضل اعتقد. فممكن يقول له ايه? انا بتضرب كل يوم. وطبعا اللي بيضرب كل يوم بيبقى كويس في اللعبة ديها. احمد سأل سؤال ثالث فعلاق قال له انا بلعب باسكتبول في النادي. ابدأ بقى معايا كوين تكون سؤال كامل بالخمس خطوات دي. اول حاجة. انت بتكتب اداة ايه? اداة السفام. عشان تكتب اداة سفام مناسبة اش باللي هتسأل عليه? انا هسأل على ايه? هسأل على المكان اللي بيلعب فيه الباسكتبول. المكان اللي هو شطابت المكان. واكتب اداة السفام المناسبة اللي هي ايه? طبعا اداة سفام بتاع المكان هي كلمة طبعا في اول الكلام. رقم اتنين فعل مساعد. هل في الاجابة لي بلاي بسكتبول ديت فيها فيها ما فيش كلام ده خالص ولا افعل ناقصة كمان. هجيب من عندي الفعل مصدر يبقى جيب دو. تمام. رقم تلاتة فاعل اول الكلام هتبقى تمام. رقم اربعة الفعل الاساسي اللي هو هكتبه زي ما هو. تمام. وطبعا خمسة تكملها ما فيش تكمل في الجملة ولا فيه. لا ده في يا مصر فيه بسكتبول. تمام. يبقى بسكتبول. احمد بعد كده سأل سؤال رابع. فعلى قال له اي بلاي بسكتبول نفس كلام. ابدأ اكون سؤال عادي جدا. هنشتوب اللي احنا نسأل عليه اللي هو ايه مرتين في الاسبوع. فاكرين بنسأل على ده كله بايه? بنسأل يا مصر بكلمة راف عليكم. او ايه بقى? او اوفن تمام. او اوفن يعني كم مرة? رقم اتنين فعل مساعد زي اللي فوق بالزبط. مفيش فعل مساعد هجيب دو عشان الفعل مصدر. رقم تلاتة الفاعل يو. تمام. رقم اربعة الفعل الاساسي بلاي. والتكملة بسكتبول. تمام. احمد بقوله ممكن نلعب معك? يا سلام اللعب معي. هيقوله ايه? تمام. ناخد بعد كده القطع نقرأ القطع ونحلع لها السلام. القطع هنا بيكلمني برضو على مغامرة في بلد العجائي. فيقول لي ايه? الاسي's adventures in wonderland is a famous children's story. قصة اطفال. الاسي has a lot of adventures in wonderland. عندها مغامرة كثيرة في wonderland. she meets a lot of interesting characters. قبل الشخصيات شيقة وممتعة. wonderland is strange. ده مكان غريب. but interesting place لكنه مكان شيقة وممتعة. for alice. بالنسبة لاليس. alice is a sensible. طبع عن ديه الكات حكيمة وعاقلة. brave شجاع عند clever girl وبنت ماهرة. she meets the white rabbit that is usually late and runs fast. قبلت الكط الابيض اللي هو دائما متأخر وبيجرب سرعة. the cheshire cat is a funny animal. القطة cheshire ده ده كان قط ظريف which helps alice to find different places. ساعد alice ان هو يجد اماكن مختلفة. and characters وكمان شخصيات مختلفة. the queen of hearts. ملكة القلوب is a scary person. كان شخص مخيف. and she shouts at people. كيف دائما بتزعل الناس وتصحفه وشيهم يعني. but alice is not frightened of her. لكن alice مكانش بتخاف منها. at the end of the story. في نهاية الكصة. all the characters help alice so she can go home again. كل الشخصيات في نهاية الكصة ساعدت alice عشان تعود للمنزل مراه. number one. the worst character is. اسوأ شخصية في القصة. هي ايه? طبعا اللي كانت بتزعل الناس كلها وكاد غضبرة منهم كلهم الهمين. the queen of hearts. number two. the underlined word shouts means the talk. كلمة شوانز. معناها لوحد يتكلم ايه? طبعا بصوت عالي. يبقى loudly. number three. the underlined pronoun. she refers to. كلمة she في القطعة كانت تشيري لايه? لما ترجع لقطعة بقولك she meets the white rabbit. ازا بيكلم على alice. يبقى انا لتر ب alice. تمام? ناخد بعد كده answer. what does this passage you talk about? يا ترى القطعة دي بتتكلم على ايه? طبعا مغامرات alice في بلاد العجاهي. number five. what does that? طب ازاي بقى القطة تشيري ده كان بيساعد alice ازاي? لما ترجع للقطعة هتجد في السطر تقريبا في نص القطعة تقريبا لما قال لي هنا ايه? اه في السطر الخامس. هنا بيقول لي the treasure cat. شايفين هنا ايوا ديت? is a funny animal. كامل بقى كده ايه? ايه? يبقى هنا اكتب من هوات ممكن اعمل خطة عشان برضو ما اكتبش كتير. بس في المتحان طبعا بقى ايه? باكتب جملة كاملة. يبقى الحد هنا تمام? يبقى ده الان بيه القطة تششر. واكتب جنبها تقريبا ديت نمبر فايف. تمام صح نمبر فايف. مصبوح. بعد كده نمبر سيكس. why do you think alice is brave? ليه تعتقد ان الاس كانت شجاعة? طبعا لو انتوا ترجع للقطعة برضو. هتجد ان ايه? ان كوين وفارس كتبتزع للنس كلها لكنها ما كانتش خايفة منها. هتلاقي موجود هنا فان يقول لك ايه? alice? تمام. بالزبط. في السطر ده هوات هنقول هنشد خطب من هوات. alice is not frightened of her. alice ما كانتش ايه? ما كانتش خايفة منها. بداية نمبر سيكس. طبعا ممكن اكتب قبلها because alice isn't frightened of her. تمام. بقى كان حل سؤال تشوز نمبر ون? I like not this cafe. بقول لان اود ان ازور هذا المقهى. خلي بالك would like ايه? طو المزر. يبقى هنا to visit. تمام? نمبر تو. الشخص اللي اللي بيعمل قرارات صائبة. طبعا الشخص ده اللي هو sensitive. القوعة تختار الاولانية اللي هي مستر. اصل sensitive ديها تحني شخص حساس عنده مشاعر. لكن sensitive الحاكيم معاقل بيوزن الامور وياخد قرارات صائبة. نمبر ثري. not means arriving after the correct time. معنى الوصول بعد الوقت اللي مناسب. يبقى انت كده متأخر. يبقى late. نمبر four. I don't like not because I'm not good at painting. انا بحبش مادة ايه? لاني مش كواس في التلوين. طبعا مادة الرسمي بقى هنا art. نمبر five. they love about science. هما بيحبوا عن العلوم. طبعا learning about science. لاني love المعلومات في الايه? طبعا اسمها blog post. منشور المدونة. نمبر eight. does tooka not blankness. قبل does فاعل مصدر على طول. يبقى دستقا ايه? like. تمام. letter D. نمبر nine. when Ahmed is angry. لما احمد بيكون غضبان. he not at people. طبعا بيزع لناس. يبقى الشاوز. يصيح. نمبر ten. يونس doesn't like watching the tv. because he thinks it is. يونس. ما بيحبش. مش هادة التلفاز. لانه بيعتقد ان التلفاز ايه? boring. ممل. بعد كده. read and correct the underlined words. نمبر one. does he like read? على طول بدل like. مفيش معاها would. يبقى على طول ايه? reading. i-n-g على طول. تمام. نمبر two. you are very good of playing tennis. اسمها good ايه? good ات. جيد في. نمبر three. i am not very good at draw. قلنا good ات. من الصفات اللي بيقى وراها. حرف غر. وبعد كده اجيب ايه? فعل في i-n-g. يبقى drawing. تمام. نمبر four. he would like going to the park. احنا قلنا would like ايه? two will months. يبقى to go. تمام. بعد كده اقول لي write a paragraph of about 80 words. اكتبراقراف 80 كلمة عن ايه? a famous احنا قرآنها في ناصر ريدنج. قرآنها في القطعة بتاع الاسرائيل اللي سي حلينها. وموجودة كمان فخر الكتاب. قصة في بلاد العجائب. اقرأ القصة تاني. خلي القصة او لخصها في صورة عناصر بسيطة. تقدر تجامع منها افكار وتكتب عند القصة باسلوب بسيط جدا. بس راعي اول حرف من كل جملة كابتل. اخر جملة فلسطوب. بين كل كلمة وكلمة فيه مسافة عشان يبقى خطق واضح ومتشطبش. متغلطش في والجرامر عشان ده كل عليه درجة. ولو عندك اي مشكلة اكتبها لي في التعليقات وهارض عليك في قربات ان شاء الله. احنا وصلنا لاخر حليتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله. كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.